ما فيش يوم يعدي إلا وبنلاقي حد من النجوم أو حد من عالتهم يركب الترند خلال الساعات اللي فاتت لقينا مراد سعد الصغير التانية سكرانة وبتشتب رجال الأمن في الهرم ورفضة أنهم ما يكشفوا عليها فاتقبض عليها؟ تعالوا مع بعض نعرف التفاصيل خبر الأفضل على الفنانة برلانتي عامر مراد سعد الصغير التانية انتشر بشكل كبير جداً خلال الساعات اللي فاتت الموضوع كان شكله كبير لأنها متهمة أنها كانت خرجة من ملها ليلي سكرانة اتعدت بالسبب على دورية أمنية في شارع الهرم وقالباً كده حسب مصادر فهي وجهت كلمات قاسية جداً وشتايم لضباط الشرطة بداية الحكاية لما حارس العمارة اللي فيها الملها الليلي بلق دورية أمنية كانت موجودة وقتها في الشارع أن في ست مغمى عليها في عربية ووقفة قدام العمارة بعد ما رجال الأمن وصلوا حاولوا أن هما ينقلوها لمستشفى الهرم علشان يكشفوا عليها لكنها كانت رفضة وما كانتش عايزة تكشف عن نفسها وكان باين أنها سكرانة ومش متزنة لكن بعد كده عرفوا أنها زوجة سعد الصغير وفضلت تقول كلام مش مفهوم وتشتم رجال الأمن وقررت في وقتها الأجهزة الأمنية بالجيزة أنها تقبض عليها وتثبت حالة وحولتها على النيابة في البداية قائد الدورية رفض التصالح فأمرت النيابة بحجزها أربع تيام على زمة التحقيق ولما تعرضت على قاد المعارضات أمر بتجديد حبسها 15 يوم على زمة التحقيق بتهمة مقاومة السلطات لكن في النهاية في أخبار بتقول أن جهات التحقيق قررت إخلاق سبيل هدير محمد فتحي الصرفي الشهيرة ببرلنتي عامر بعدما النيابة خدت الضمانات اللازمة والإجراءات القانونية حاليا بيكشفوا عليها جنائيا علشان يتأكدوا أن مفيش عليها أي قضايا تانية وتخرج الحقيقة دي مش أول مرة ببرلنتي تقبض عليها بتهمة السب والقصف لأن من فترة في بنتها قدمت بلاز ضدها بتتهمها بالسب والضرب في محل لبس في حدايا الأهرام ولما البنت اتعرضت على الكشف الطبي ظهر أنها اتصابت بكدمات في رأسها وفي دراحها اليمين قالت أن المشكلة حصلت بسبب خلاف على المكان اللي بيقيسوا فيه اللبس واتهمت برلنتي أنها تعدت عليها بالضرب والسب لكن برلنتي كان ردها على الكلام ده أن البنت برضو شتمتها ودي واحدة عاوزة تركب الترند وكلامها مش صحيح شكلها كده قوية وبتحب تاكد حقها بالدراحة يمكن اسم برلنتي عامر مش معروف قوي خصوصا أنها ما ظهرتش في أعمال مش مشهورة بخلاف بقى مسلسل هربانة منها ورمضان كريم بس لما بنقول أنها الزوجة التانية لسعد الصغير فنفتكرها لأنها دايما تجيب تجيب وترجع تثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب صورها الجريئة معاه خصوصا أنه في الأول ما كانش معرف حد أنه هو متجوزها ومرة واحدة هي راحت منزل صورتهم وكتبت عليها ربنا خليك ليا يا جوزي شوية يعلنوا أنهم انفصلوا وخلاص مش عايزين بعض ويحصل خلافات بينهم وبين مراته الأولى ويتهاجمها برلانتي وتكتب على الفيسبوك والله مش عارفة الستة دي عاوزة مني إيه طيب حضرتك أنا سبتهولك ابعدي عني بعدين تلاقيها فجأة من ازدلة فيديو لسعد الصغير جايب لها 15 بوكي ورد بيصالحها بيهم وبيرجعوا لبعض تاني حكايات الفنانين ما بتخلصشوا كل يوم بإثارة جدل جديدة بس مش معنى أنهم مشهورين أو نجوم أنه هيبقى من حقهم يتعدوا على أي حد وطبعا مش كلهم بيعملوا كده بس أحيانا أجلبهم بيستغلوا شهرتهم فبيعملوا كده